اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجولة الاولى او المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية لبرلمان عشرين اتناشر ومعنا ايضا الاستاذ عبدالله المغازي وهو امين عام مساعد المجلس الاستشاري اللي اعينه وشكله المجلس الاعلى للقوات المسلحة للمساعدة في ادارة البلاد وهو مجلس الاستشاري حصل حالة من حالات اللغة والجدل الكثيرة الاتنين مع بعض علشان نشوف هل فعلا المجلس الاستشاري ده مع البرلمان حيبقوا في حالة تصادم هل الكلام حقيقي ان المجلس الاستشاري هو واجهة المجلس العسكري علشان يبقى في حالة يعني تصادم او العدو الخفي للبرلمان المجلس العسكري هل فعلا عمل المجلس الاستشاري ده علشان يبقى هو الذراع اللي بتناطح وبتصادم البرلمان اللي مسيطر عليه الاخوان المسلمين أي إن الصدام حتمي ما بين الإخوان المسلمين والمجلس الاستشاري وده الكلام اللي قايله حتى الدكتور جمال زهران الخبير السياسي النهاردة في تصريحات نشرت فيه الصحف قايل أن الصدام حتمي ما بين المجلس الاستشاري ممثلاً للمجلس العسكري وما بين البرلمان هي زي لعبة القط والفار المجلس العسكري يشد شوية فالإخوان يرخوا والإخوان يشدوا فالمجلس يرخي وهكذا أو لعبة عبد الأصابع يعني كل واحد يحط صباعه تحت درس التاني واللي يقول أي الأول لكن في كل الأحوال هنحاول نفهم وهذه الفقرة هي الفقرة طويلة ودخلها صوت الناس دخلها الفقرة اللي بخصصها لحضراتكم عشان تقوله أراءكم سواء في الموضوع اللي احنا نتكلم فيه مع ضيوفي أو في أي ملاحظات أو تعليقات أو استفسارات أو انتقادات عايزين تقولوها أو أفكار للمستقبل هي دي فقرات البرنامج لكن قبل ما نروح مباشرة للأخبار عايزة أتوقف قدام اللي قاله الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة النهاردة دكتور كمال الجنزوري عاد وأكد من جديد على إن الشيء المقلق والخطير والذي لا يبشر هو الوضع الاقتصادي ويمكن أنا قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات إن أي حاجة يجب أن تغيب وتنسحب وتنزوي الآن ونفكر بس في الأمن والاقتصاد الأمن ثم الاقتصاد بدون الاثنين دول يبقى الصورة ستصبح سوداء لقدر الله الحقيقة الدكتور الجنزوري النهاردة قال إن لما ابتدى بقى يبص في الورق ويبص في الأرقام ويتابع الحقيقة من قرب اكتشف أن الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير مما كان يظن يعني هو أول مجيء قال الوضع الاقتصادي صعب لكن النهاردة بيقول إنه أصعب كمان مما كنت أتوقع وأظن وده محتاج إن إحنا نشتغل بضعف المجهود وقال الدكتور الجنزوري كمان إن أهم أولويات الاقتصاد علشان ينضبط إن إحنا نظبط الأمن لأن أمن لأن بلد بلا أمن يبقى لا نتكلم فيها على الاقتصاد ولا على الاستثمار ولا على السياحة ولا على أي حاجة خالص وموضوع السياحة اللي احنا كلنا فيه وأنا اعتبرته ملف عندي وحكمله حيبقى له قسم مهم إن شاء الله إن فيه تطورات مهمة حصلت الحمد لله حصلت استجابة رائعة على الفقرة اللي أنا عملتها مبارح عن موضوع السياحة وتخوف من الإسلام السياسي إنه هو هيجي يدمر السياحة النهاردة عملوا شيء تطمينات كويسة أو سواء الأحزاب السلفية أو حزب الإخوان المسلمين لكن أخلي الكلام ده هنقوله في موعده لكن السؤال المهم وخليني دايما أفكر معاكم أوتوف دا بوكس يعني أفكار خارج السندوق أو برك كلام الرغي كتير اللي بيتقال في معظم الفضائيات مجرد بس علشان يملى وقت بدون فايدة الدكتور الجنزوري قال إن أنا كحكومة هحاول من بكرة إن أنا أعمل خطط عاجلة وفورية علشان إنعاش الاقتصاد لأن الاقتصاد يحتضر وإحنا الحقيقة مش لنا نتدخل في خطة طولة لأن الدكتور الجنزوري طبعا خبير اقتصادي وتخطيتي كبير ومعا مجموعة من الدكتورة والأساتذة والخبراء والمتخصصين اللي يفهموا عننا إزاي الاقتصاد المصري ينتعش وبسرعة سواء بأنهم يفعلوا المشروعات اللي كانت متجمدة أو يبدأوا في تنفيذ مشروعات جديدة يعملوا حاجة في القطاع المصرفي والمالي يعملوا اقتراض يعملوا طبع فلوس يعملوا خزائق ما عرفش كلام الاقتصادي المتخصص بتاحهم لكن خلوني أفكر مع حضراتكم إحنا لأن إحنا جزء من هذا الوطن ما ينفعش نفضل بالفكر القديم بتاعها الستينات والسبعينات اللي هي ماما الحكومة الحكومة تعمل وإحنا مناش دعوة ونستنى لا العصر ده عفى عليه الزمن الآن كلنا شركاء كلنا متحملون للمسئولية إما نجاحا أو فشلا لقدر الله فعلى كل واحد فينا دور فأنا الحقيقة من النهاردة الصبح ونعمل أفكر إيه اللي إحنا ممكن نعمله عشان نساعد كمواطنين الحكومة خلاص ربنا يوفقها وحنحاول ندعمها ونساعدها قدر الإمكان بس دي محتاجة قرارات استراتيجية منهم إحنا كمواطنين سواء موظفين في الحكومة سواء رجال أعمال سواء عمال في مصانع سواء أصحاب مصانع سواء فلاحين في المزارع سواء سوائين سواء محصنين ضرائب سواء أي فئة في المجتمع عمال محارة نعمل إيه هقول لكم يعني أشياء كده لها علاقة بالنماذج علشان ما نبقاش إحنا بنخترع العجلة من جديد نماذج حصرت في دول العالم والحقيقة توقفت عندها كثيرا وقلت هي دي بجد اللي تقال عليها الشعوب المتحضرة المنتمية لو تفتكروا فيه منتصف التسعينيات يعني حوالي من عشر خمستاشر سنة كده سنة سبعة وتسعين كان فيه أزمة اقتصادية طاحنة في أسيا غير الأزمة العالمية اللي حصلت سنة الفين وتمانية وحسنا بها كلنا لا في سنة سبعة وتسعين تمانية وتسعين حصل أزمة اقتصادية طاحنة في دول أسيا وكانت أكتر الدول اللي مشت أرصت اللي توجعت بهذه الأزمة وكانت على شبه شبه الإفلاس التام والانهيار الاقتصادي الكامل كوريا كوريا الجنوبية تحديدا كوريا الجنوبية مع أنها من الاقتصادات الواعدة لكن سنة سبعة وتسعين حصلت فيها مصيبة اقتصادية كبيرة الحكومة أعادت وعملت بعض القرارات وبعض الاستراتيجيات اللي منها أنها تعيد الاقتصاد شوية إلى سابق عهده أو إلى اعتداله لكن أنا من المواطنين الكوريين الجنوبين عملوا إيه حتى تخيلوا أن المواطنين أنا بقول لكم هذا الكلام وارجعوا للتاريخ عشان أنا ما بفتيش المواطنين الكوريين الجنوبيين القادرين ومنتصف القادرين يعني لحد الطبقة الوسطى اللي معهوش ولا مليم واللي مش لقياه يكن خلاص ده بره لكن القادرين جدا والقادرين بس وفوق القادر والقادر اللي هو الطبقة المتوسطة أقراضوا الحكومة سلفوا الحكومة والله العظيم ده حصل المواطنين الكوريين راحوا للخزانة العامة في كوريا الجنوبية اللي طلع فلوس واللي طلع عقارات واللي طلع أراضي واللي طلع دهب طلعوا عقارات وآراضي ودهب ومش عارف ايه ويثلفوا بوصولات يعني ما فيش حاجة دراح بيع بس هم عشان وثقين في حكومتهم وثقين في نظام البلاد ووثقين ان ده وطنهم اللي ملهمش غيره معهم مش هكت فلوس دلوقتي بس لو الوضع الاقتصادي خرب الفلوس دي هتخلص وكلنا هنشحت والبلد اولنا هي لا تشحت واتمد ايديها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامريكا والاوروبا وحنتحول الى دولة محتلة اقتصاديا وسياسيا لان انا قلتلكوا قبل كده لك الاحتلال مش لازم يبقى بالبندقية والمدفع والطيارة المواطنين الكوريين الجنوبيين هم اللي سلفوا الحكومة الكورية سلفوا البنك البركزي او الخزانة العامة في كوريا اللي ادى كيلو دهب وخد بيه وصل انه مدي كيلو دهب 8 وكذا او اللي ادى مثلا 100 الف دولار واللد حتة ارض 8 مليون دولار ومش عارف ايه والحكومة خدت هذه الاشياء وعادت تدورها وعملت بقى الاستراتيجات بتاعتها بس بقى عندها سيولة بقى عندها راس مال تعرف تعمل بيه مشروعات تعرف تدفع بيه مرتبات تعرف تعمل بيه استثمارات تعرف تجذب بيه استثمارات سنة سنة ونص كوريا الجنوبية استعادت عفيتها تماما واللي اقرض الحكومة دولار رجع له اتنين وانا بقول هذا الكلام حد يقول لي ايه النخ اللي انت بتنخاعه ده تاريخ موجود بس اللي يتعب نفسه بس شوية ويقش ويقرأ ويسأل اسأله اي حد لو تعرفوه متخصص في الشؤون الاسيوية اللي هو بيتابع على طول ما يحدث في قارة اسيا سواء في الصحافة او في المراكز البحثية والمعلوماتية اسألوهم هل ده حصل ولا ما حصلش هيقول لكم حصل والحكومة ردت كل القروض اللي الشعب سلفها لغزانة عامة اضعاف وشوفوا دلوقتي كوريا الجنوبية عاملة ازاي واحدة من الاقتصاديات الواعدة جدا في العالم واللي الصناعة والاستثمار والسياحة فيها يعني تقارب ما يحدث في يعني كبراءات الدول الاوروبية زي ألمانيا وفرنسا واحتمال كمان تقرب من الصين اللي هي الوحش الاقتصادي الكبير هو ده اللي عمله المواطن الكوري الجنوبي اللي بيحب بلده مش اللي قال لك ان شاء الله تولع زي ما بنسمع كتير من السادة النخبوية النخبة السياسية اللي انا قلت لحراركم انها ملاش علاقة بالنخبة هو ده اللي لازم نعمله مثال تاني في سانية عشان برضو الكوريين مش هما الوحدهم الاستثناء العامية السنة اللي فاتت حصل لو تفتكروا التسونامي الكبير واللي تأثرت منه اليابان حصل تسونامي والتسونامي ده دخل على المفاعل النووي اللي موجود في اليابان اعتقد فيه كان فيه مش فاكر الجزيرة اليابانية اللي كان فيها المفاعل دخل وعمل شوية اهتزازات في المهم المفاعل النووي حصل منه سوية تسربات اشعاعية بالاضافة الى الناس اللي ماتت والبيوت اللي تهدمت وبتاع بسبب الفيضان المائي بتاعت سونامي ده عمل مشكلة كبيرة في الاقتصاد الياباني وبقى فيه يعني محتاجين سيولة كبيرة علشان يعوضوا الخسارة الاقتصادية والمالية اللي حصلت الشعب الياباني عمل ايه عشان شوفوا بس الحلاوة بتاعت الناس لما بتنتمي بجد بالفعل مش كلام بس انا بحب مصر ويا بلادي يا بلادي وانا ليكي حرة وفؤادي وكلام بتسمعه في الاغني والاناشيد بس اولا الناس اللي بدروا وتطوعوا عشان يروحوا يصلحوا المفاعل النووي لان قيل وقتها ان اللي حيقرب من المفاعل النووي يشتغل فيه التأثيرات بتاعت الاشعاء النووي حتبان عليه خلال من 30 الى 40 سنة من 30 الى 40 سنة فشوف اللي حصل كل الشيوخ والعجائز اللي فوق الستين سنة في اليابان تطوعوا يمكن تطوع منهم اكتر من 40 ألف واحد وقالوا احنا اللي حنروح وانساعد في تطهير واصلاح وترميم المفاعل النووي علشان لو جلنا الاشعاع ده تأثيره حيبان بعد 30 اربعين سنة يعني حنكون عندنا 100 سنة 110 سنة مين فينا اللي حيعيش لكن نضحب نفسنا علشان الشباب الصغير يعيش والله ده حصل الكلام ده يبدو افلاطوني يبدو مثالي بس اقسم لكم بالله ده حدث اكتر من 40 ألف شيخ ورجل كبير عدى 60 سنة في اليابان راحوا وقالوا احنا متطوعين عشان نصلح المفاعل ولو جلنا التأثيرات بعد 20-30-40 سنة هنبقى أساسا خلاص يعني على وش التخرج من الحياة ده جزء بقيت الشعب عمليه بقى كل الموظفين الحكوميين في اليابان بسبب بقى الانهيار الاقتصادي اللي حصل والسيولة اللي محتاجينها والانتاج اللي لازم يزيد عشان يعوض الخسائر المالية اللي حصلت بسبب تسونامي كل الموظفين الحكومين في اليابان قرروا انهم كلهم هيشتغلوا 4 ساعات اضافية مجانا علشان الانتاج يزيد من غير ما يبقى فيه عبء مضاف على الحكومة انها تدفع لهم 8-4 ساعات الاضافية انتوا عارفين في اليابان تشتغل 6 ساعات اشتغل 6 ساعات وربع بتاخد 8-4 ساعة اشتغلت ساعتين بتاخد 8 الساعتين فقرروا كلهم انهم يشتغلوا 4 ساعات يوميا اضافيا مجانا علشان الانتاج يزيد بمقدار الـ 4 ساعات اللي هو تقريبا نص يوم يعني اليوم بالنسبة للعمل يبقى يوم ونص اليوم بالنسبة للموظف يبقى يوم ونص مجانا فالانتاج في اليابان والخدمات والاستثمار والاقتصاد يرتفع بنسبة 1 ونص من غير ما يبقى فيه عبء على الحكومة انها تدفع مرتبات النص الزيادة والدنيا عدت في اليابان والحمد لله تلافوا كل اثار العدوان اللي حصل بسبب تسوناوي ورجعت اليابان وقفة على رجلها من جديد انتوا بقى هتعملوا ايه انا قلتلكوا اليابانين عملوا ايه والكوريين الجنوبين عملوا ايه وانا مش طالب الحقيقة ان احنا نعمل هذا المدى مش طالب ان احنا نبقى زيهم مع ان المفروض ان احنا نبقى الوطن وفي تراب هذا الوطن لكن برضو مش طالب اوي ان احنا نبقى مزودينها في الحب والعشق كده بس ما نبقاش كمان كرهين للوطن كده ما يبقاش الناس دي بتعمل كده واحنا دلوقتي نعتصم ونضرب عن العمل ونقول مش شغالين غير لما فلوسنا تزيد شفتوا الفرق هو ده الفرق اللي انا كنت بالزبط عايز اوصل لحضراتكم في واحد وقت الازمة بيقول وانا مالي تولع يا زيد فلوسي دلوقتي يا مش شغال واحد بيقول ده انا هضحي بفلوسي وحتى المدخرات اللي عندي هسلفها للحكومة وحشتغل اربع ساعات زيادة من غير فلوس زيادة عشان انتاج يزيد عشان لما الاقتصاد يقف على حيله اقدر اخد زيادة وزيادة وزيادة او على الاقل الايه اكله شرب ومم للعيال تتعشى بيه قبل ما تنام افيقوا ايها المصريون اعملوا ايه مش عارب بقى انا رأيي الشخص المتواضع ان احنا اللي يقدر يشتغل زيادة من بكر الصبح ارجوكم يشتغل ورجل الاعمال اللي خايف على فلوسه شوية وزيان بيقوله كده كاشش بقاله كم شهر وبيقولك لسه ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي ولما الانتخابات تخلص والبرلمان يخلص ورئيس الجمهورية يخلص وبعدين يبقى طلع فلوس ارجوك طلع فلوس دلوقتي ودورها دلوقتي لان اي فلوس بتضخ دلوقتي في السوق المصري هتعمل حاجة مهمة جدا اللي اقتصادين عارفينها اسمها دورة راس مال واي دورة لراس المال الكل بيستفيد منها لو واحد بسم رجال اعمال قرر بكرة الصبح مثلا انه يطلع مليون جنيه يحطهم في اي حاجة في عمارة بيبنيها حتى لو قرر انه عنده حتة ارض يبنيها بكرة العمارة دي هتتكلف من مليون الى 2 مليون جنيه بس الـ 2 مليون جنيه دي هتشغل مثلا بتاع الف عامل ما بين المش عرف ايه اللي بيشيل الاسمنت والفوعل والمحار والكهربائي والنجار والمبيض والمش عارف ايه وبتاع السراميك وبتاع الخزف وبتاع الكذا وبتاع البوية وبتاع مش عارف ايه والدول لما يقبضوا فلوس هياخدهم 100 جنيه في اليوم هينزل يقوم شاري شوية خضار فبتاع الخضار هياخد فلوس وبتاع الخضار لما يجيله فلوس هيمرحل المكواجي ويكاوي الهدمة فبتاع المكواجي ياخد الهدمة وينزل يشتري شوكولاتاية لبنته فبنته مش عارف ايه تشتري مش عارف كذا وبتاع الشوكولاتة اسمها كده دورة رسمال فالدنيا شوية تمشي فبدل ما كل واحد قامت على 2 جنيه ونصف جيبه وقافل عليهم والله حيخلصه وساعتها مش هتلاقيهم لكن لما انطلع متهيألي حنستفيد والرجل ده صاحب العمارة هو العقار موجود ومش هيحصل في حاجة بالعكس ده هيبيعه لما الدنيا تمشي وحيجيله بدل المليون ونصف من 2 مليون دفعهم 8 العمارة حيجيله 20 مليون خصوة لما تكون في حتة حلوة كده واسعار المتر فيها بالالفات زي ما بنسمع فالقادرين ما يقمطوش ما يكنزوش ما يقفلوش ما يحطوش تحت البلاطة دلوقتي بالعكس ده وقت ان احنا نكسر البلاطة ونطلع ندور الفلوس واللي معهوش فلوس يشتغل المعادلة بسيطة اللي معه فلوس يطلع عشان دورة راس المال تتحقق واللي معهوش فلوس ومش قادر يطلع يشتغل ويضاعف شغله ويصبر على الارباح شوية بس لما الدنيا تزهزة كلنا هنزهزة لكن لما الدنيا كلنا هنقول لله يا محسنين يا رب تحية مصر